أولاً الكل ما زال متحمس جداً لتجربة كابتن حسام حاسم ثانياً الراجل حقيقة في مباراتين قدم في إطار المقدمات أو الفرصة اللي حصل عليها عشان يحضر منتخب ويبتدي يحط بصمته كمدرب عمل نتاج مرضيئي لحد جبينه وما زال محافظة على الصدارة وفرص مصر احنا متفقين إنها الأكبر في المجموعة لكن أنا ما جي الحقيقة أجي أبص الشكل المنتخب في مطش غينيا بيساو آه مباراة خرج الأرض بعد 72 ساعة من بوركينا رحلة صفر طويلة ظلم تحكيمي كل الكلام اللي قاله كابتن حسام حسن أنا متفق معي لحد كبير جد لكن ده ما يمنعش إنه إحنا كمان عندنا مشكلة يعني منتخب مصر عنده مشكلة معرفش هل ممكن تبقى متعلقة بإنه قط اللبس مثلاً محتاجة من الكابتن الكبار شغل أكتر هل كابتن حسام محتاج يشتغل في الحتة المعنوية أو النفسية بشكل أفضل يعني في حتة نقصة في المنتخب هو إحنا ليه قدمنا الشوط الأول إحنا كنا منتكلم على مطش بوركينا إن إحنا قدمنا شوط أول عالمي والتراجع حصل في الشوط التاني والناس بقى والمحللين والخبراء تكلموا في فكرة إنه تراجع بدني تأثير الإجهاد على اللاعبين كلام ده كله طيب الشوط الأولاني مبارح منتخب مصر ما مسافرش ما جايش ما حضرش قدام منتخب متواضع فنية غينية بساو اللي ظهرت علينا بشكل يعني الند للند واللي قدرت تخلص الشوط الأولاني المتقدمة كمان على المنتخب المصري في نفس الظروف هي نفس رحلة الصفر هي نفس ظروف الإقامة هي نفس حالة الإرهاق هي نفس الأجواء الحرة اللي إحنا لعبنا فيها الشوط الأول هي بالزبط اللي حصلت في الشوط الثاني طب إيه اللي تغير يعني الشكل اللي ظهر عليها الانتفاضة اللي ظهر عليها المنتخب المصري في الشوط الثاني حالة التفوق في كل عنحاء الملعب دفاعياً وهجومياً قدرة على التسجيل وعلى إضاعة عدد وافر من الأهداف ليه ما ظهرش ده من بداية الشوط الكرة في الدنيا كلها يعني إذا كان فيه رغبة في أنك أنت تطور أو تتفوق أو تبقى صاحب الفعل مش رد الفعل فأعتقد ده يظهر في كل الأوقات ومنتخب مصر مش منتخب قليل وأنا مدرك تماماً أنه كل الأشقاء في أفريقيا بما فيهم بما فيهم المنتخبات الكبيرة بكلمك على منتخبات الكاميرون والسنغال وكود ديفورد دول اللي إحنا شايفينهم دايماً أنهم الأفضل واللي عندهم نغبة من المحترفين واللي عندهم منتخبات وأجيال في منطق القوة كل دول بيعملوا مليون حساب لمنتخب مصر فما بالك بالمنتخبات الناشئة أو المنتخبات الصغيرة ده اللي أتمنى الحقيقة أنه كابتن حسام يشتغل عليه لأنه منتخب مصر دايماً مفترض خارج أرضه وبرة أرضه هو بيسعى لوصول لكاس العالم يقدر يفرد شخصيته أتمنى من كابتن حسام أنه يشتغل على ده ومن كابتن مصر الكبار اللي ليهم دور مهم جداً كابتن محمد الشناوي والكابتن محمد صلاح لعيبة الكبيرة اللي عندهم خبرات كبيرة جداً مع أنديتهم ومع ألقابهم وبطولاتهم ومع منتخب مصر لازم يكون ليهم دور مع اللعيبة في قط اللبس في المباريات المهمة كورة القدم بالنسبة لمصريين مش مجرد رياضة إياك أوعى أنك أنت تفكر كلام للجيل كله الحقيقة الكلام للجيل ده من اللاعبين كورة القدم مش رياضة ومش بيزنس ومش شهرة ومش فلوس كورة القدم بالنسبة لمصريين أنا لو أقول لحضراتكم إمبارح بعد المباراة كمية التعليقات كل مكان وقفت فيه الناس بتتلم وبتتكلم على المنتخب إزاي تعرفوا أنكم شايلين مسؤولية كبيرة جداً قدام 110 مليون مصري واحدة من أهم مصادر الفرحة والسعادة للمصريين هم بيفرحوا بالكورة حابين يشوفوا عالم بلدهم حابين يشوفوا منتخبهم دايماً في أفضل صورة فالمسؤولية كبيرة عارف أنكم ممكن تبقى الظروف صعبة ممكن تبقى الحالة العامة المنظومة ككل محتاجة حاجات كتير جداً تتراجع لكن أعتقد أن المسؤولية برضو كبيرة جداً وتستحق الاهتمام النهاردة فيه مباراة مهمة جداً قبل ما أروح لماتش فاركه وقبل ما أروح للسعادات النادي الأهلي خلينا أقول طبعاً أن النهاردة يمكن كمان ساعة وشوية ساعة وثلت تقريباً من دلوقتي مواجهة هتكون مهمة جداً مباراة الساعة 8 لكن الستوديو طبعاً على شاشة الأهلي هيبدأ سبعة ونص مباراة مهمة جداً 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 زي المباراة اللي فاتت ما كانت في منتجه الأهمية وكانت حجر زاوية زي ما قلت لحضراتكم مواجهة مهمة جداً جداً ما بين ديماتش مباراة الحد طبعاً الأهلي رجع فيها أو الأهلي استعاد فيها مستوى الطبيعي الحقيقي لأن المباراة الأولى أو الجولة الأولى اللي حسمها للتحاد لصالحه ما كناش فيها يعني في مستوان أنا شايف أنه كان في الإمكان أفضل من مكان لكن قدر الله وما شاء فعل خسنا الجيم الأول لعبنا الجيم التاني الحقيقة أول مباراة بشكل أكتر من رائع تفوق واضح جداً على سلة الاتحاد ودرنا نحسم المباراة بشكل كبير جداً بشكل يعكس مستوانة دي الأهلي الحقيقي النهاردة جولة مش هول حسمة لكن هي أقرب إلى الحسم يعني النهاردة الجيم بتاع النهاردة المباراة التالتة حتى فأنا أنه دوري السوبر خمس لقاءات الفريق اللي هيكسب منهم تلاتة يقدر يحسم اللقب لصالحه فالنهاردة اللي فرصه هتكون أكبر واللي هيستطيع أنه يحسم المواجهة دي هيتبقى له جيم واحد من أصل اتنين وبالتالي فرصه في المواجهة القادمة هتكون أفضل هيكون الأقل توتراً الأقل ضغوطاً الأهدى أعصاباً وده أعتقد يساعد بشكل كبير جداً أو يقرب طبعاً فيش حاجة حسامة لكن يقرب بشكل كبير جداً من حسم اللقب كل التوفيق لعمل قتال أهل النهاردة في مواجهة الاتحاد إن شاء الله في تالت مواجهات دوري السوبر المصري فاصل بقى ونرجع ندخل في تفاصيل الأخبار